اليوم نحن بهذا الدرس جديد رح نشرح لكم طريقة تشغيل نظام Macintosh الخاص بشركة أبل على أجهزة PC بجانب Windows باستخدام برنامج لأنظمة وهمية VMware طبعا كلنا منعرف أنه نظام Macintosh هو نظام مجاني فينا نحصل عليه من أي موقع تورنت بشكل نظامي ومرخص يعني نظام Macintosh هو نظام مجاني ما في علينا أي عقوبات إذا بنحمله من التورنت طبعا طريقة تشغيل نظام Macintosh على أجهز أو على جانب Windows نظام الوهمي VMware أو Verge One Box طبعا طريقة مو بس إنه ندخل صيغة ISO لنظام Macintosh وتشتغيل لأنه نظام Macintosh ما بيقرأ صيغة ISO ولو صيغة صياغ للهارد خاصة فيه طبعا كيف نحن فينا نحل هاي المشكلة في عنا نسخة موجودة بالتورنت نسخة مسألة علينا هاد الشي رح نرفق لكم ملف التورنت هاد الموجود هون بتضغطوا عليه و بتحملوا نسخة التورنت الموجودة فيه هي فيها نظام Macintosh مجهز للvmware إذا جئنا لهون بتلاحظ هون هاي الملفات صيغة الvmware كمان نحن منحتاج برنامج الvmware برنامج الأنظمة الوهمية الvmware طبعا منحمله من موقع الvmware بتنزل عنا هاي الايقونة و منضغط ضغطين عليها مشان نتصب البرنامج مننتظر متل ما نكون شايفين هون كيف الواجه هون منضغط next و منوافق على شروط الاستخدام منضغط next منضغط على الخيار الأول موجوده و منضغط next منضغط create ايقون انه يأنشأ ايقونة على سطح المكتب و منضغط بعد next منضغط next بعدة create desktop start next بعدين منضغط له و نستوى طبعا الطريقة هي انه نحمل نسخة النسخة نظام Macintosh المرفقة هون هي نسخة مخصصة بس للvmware يعني مو اي نسخة عادية محروقة ايزو لانه برنامج الvmware منصعب بده شغل كتير حتى يتعرف عليها و فيه كمان لازم نعرف انه لازم يكون معالجنا بيذعم تقنية الانتل تكنولوجي طبعا هاي الطريقة رح تقنية الانتل تكنولوجي مو بجميع الاجهزة بتجي نفاعلين احنا لازم نفاعلها يدويا من خلال البيوز بس ينتهي التنصيب هون رح نروح مشان نفاعلها عن طريق البيوز و الآن مثل ما انا ملاحظين البرنامج بيطلب بنا السيريال بعدين منضغط له next بعدين منضغط له finish طبعا هاي الطريقة تنزيل برنامج الvmware وهي ايقونته هلا بيبقى عنا شغلة واحدة انه نفاعل تقنية الانتل تكنولوجي من قلب البيوز هلا رح نعيد اقلالة للابتوب او الجهاز اللي موجود عنه بي سي المكتبي الجهاز اللي من ننتلكه منعيده التشغيل مشان نفاوت على عدادات البيوز تابعوا معي طبعا هلا منعيد التشغيل للجهاز النابتوب اللي عنا او الكمبيوتر العادي ستنفعل تقنية الانتل تكنولوجي طبعا هلا مثل ما shall not believe how to paste اولا شيه لازم نعيد التشغيل بعدين نفوت على عدادات البيوز الموجودة في جهازنا لاحظ معي هون شو كاتب لك اضغط انو F2 او F12 طبعا نحن بنضغط F2 او F12 مثل ما انو ظاهر عنا هون انا هون عندي ادادات البيوز بندخل عليها عن طريق F2 بنضغط F2 رح تفتح لنا ادادات البيوز بهيه الطريقة نحن رح نقلبها هاي الواجهة الموجودة هون بعدين ننزل على Intel Validate Technology بنضغط Enter عليها هي بتكون اذا كانت ما نفعلة بتكون على هاد الخيار الموجود هون نحن بنضغط على الخيار الثاني الموجود هون بعدين بنضغط F10 لنضغط متل ما هم لاحظين شو مكتوب هون Save and Excel طبعا نلاحظ لون Save and Excel انو نسيف من اللي اشتغلناه بعدين نخرجه من الاعدادات البيوز نحن نضغط هون F10 بعدين بنضغط Yes رح نلاحظ كيف اللابتوب عنا او الجهاز اللي عم استخدمه رح يعيد تشغيل وهلا بعد ما شنغلنا تقنية Intel Technology لازم ونزلنا برنامج الVMware وحملنا النسخة اللي ارفقنا لكم ياه من التورين رح نفوت داخل النسخة داخل النسخة في عنا ثلاث مجلدات نحن بهمنا هاد المجلد الموجود فيه النظام الموجود فيه النظام اللي بيأقلع على الVMware وهاد المجلد اللي بيخلي البرنامج عنا يدعم نسخة الماك طبعا نحن بنجي على هاد المجلد الثالث اللي موجود هون وهون بنشوف نحن شو اصدار برنامج الVMware اللي عنا طبعاً إن كان لنا أنا منزل إصدار برنامج الـ VMware لعندي الإصدار رقم 10 إن كان لنا الإصدار رقم 7 مفوت على هذا المجلد وإن كان لنا 7 8 أو 9 أو 10 من خلال هذا المجلد أنا عندي الإصدار 10 رح أدخل على هذا المجلد بعدين مندخل على آخر مجلد المكتوب هون Windows لتوزيع الـ Windows أما إذا كنا نستخدم Linux مفوت على هذا المجلد طبعاً أنا مستخدم Windows عندي نزعم Windows فوت على هذا المجلد Windows نضغط أول شي على هاي الأيقونة الموجودة هون بعدين منضغط على هاد الخيار موجود هون install.cmd مثل ما منلاحظ نضغط هلا أنت طيب هلا منلاعيها أنه تسكرت لحالة هلا منرجع خلص هلا هي يخصر عنا برنامج الـ VMware ومستعد إنه يشغل نظام المكينتوش عنده منفوت بعد على هاد المجلد الموجود هون منلاعي عنا هادو المجلدات بهذا الشكل بإمكاننا نقلع على نسخة الـ VMware بإما نضغط نضغط على هاد الملف الموجود هون أو من خلال برنامج الـ VMware نعمل له فتح لبرنامج الـ VMware مثل ما نلاحظين نعمل فايل بنعمل open للمشروع اللي عنا إنه هو مشروع بيكون محفوظ ننزل على نسخة المكينتوش بنحدد له هاي النسخة بنعمله open مثل ما أنا بلاحظين هون كيف إجد عنا واجهة المكينتوش هون هلا بنضغط على memory هون نحدد له لبرنامج الـ نظام الماك قديش بديو يستهلك مساحة رام من جهازنا طبعاً هو تلقائياً بيحدد 1 جيجا رام الأفضل إنه نعطيه رام إنه أكثر من 1 جيجا هو الرام الطبيعي لازم يأخذه 2 جيجا فإذا كان جهازنا رام و 2 جيجا منعطيه رام 1 جيجا أنا الرام عندي 4 جيجا رح أعطيه 1 جيجا وشوي الـ processes هون نحدد له كم كور من المعالج لازم يأخذ إنه كم كور مسمح له يأخذ نظام الماك أنا رح حدد له كورين وهون قديش مساحة القرص الرح يأخذ الـ hard disk وهون الـ USB تعريفات الـ USB والصوت والشاشة والإنترنت مثل ما أنا ملاحظين فينا نعطلهم ونشغلهم من هنا نضغط OK بعدنا منضغط Power On نظام الـ VMware بعدها منضغط على هذا الخيار وننتظر شوي هل هنا ميئنا إنه تعريف الكاميرا عندنا ما معرف على هذا النظام نضغط له OK مثل ما أنا ملاحظين هون كيف أخلع نظام الـ VMware نضغط على هذا الخيار حتى نوسع النافذة VMware ونضغط Ctrl Alt حتى يظهر الماوس تبع سطح المكتب نظام الأساسي ليس نظام الماك يعني بس نضغط هون رح تختفي عنا الماوس ومعد فينا تحكم فيه نضغط Ctrl Alt حتى تظهر عنا هاي الماوس مثل ما أنا ملاحظين كيف أخلع معانا نظام Macintosh أولا أنت ما تحمل هاي النسخة لازم أنت تعملها تنصيب للأعدادات الأساسية إنه تحدد اللغة واسم الجهاز وكلمة المرور الخاصة بالجهاز تابعوا معي هلا كيف رح نعمل هاي الخيارة وهلا بعد ما أخلع معانا ننتظر حتى يخلص أخلع نظام الماك تجي عنا هاي الواجهة Welcome هون منحدد لغة النظام الموجودة لدينا هون مكتوب United States طبعا فينا نعرفه من الداخل نضغط له Connect إنه يدخل وبعده هون منحدد لغة الكيبورد كمان ما نقل له US اللغة الإنجنبية وفينا نضيف العربية كل أعدادات اللغة العربية من داخل النظام نضغط نيس هون منقل له Don't إنه ما بدي يزامن شي مع ال Windows هون الApple ID إذا كان عندك حساب Apple ID بإمكانك الدخل هون حتى تقدر تستخدم ال Apple Store وتستخدم ال iTunes أنا بقل له Don't CNN يعني فيني يسجل بوقت لاحق نضغط Connect ومنقل له Escape متل ما أنا ملاحظين هاي شروط الاتفاقية منضغط له Agree إنه موافقين على شروط الاتفاقية هلا هون منحدد الاسم الخاص بالجهاز هون منحدد الباسورد هون تلميح الباسورد ومنضغط country هون بإنه إنه إذا بدنا نعرف نحن أي شي على الماك إنه البريد الإلكتروني الخاص فينا نحن ما عنا أي شي نحن نضغط له هاد الخيار Don't Register نضغط له نضغط هون Escape متل ما أنا ملاحظين كيف هون setting up your bank متل ما أنا ملاحظين هون كيف أعطانا هاي الإشارة هلا هيك نحن قدرنا نشغل نظام الماك عنا وفينا نستخدم جميع الخصائص الموجودة طبعا اللي هون عنا إنه البلوتوس معرف الصوت معرف والإنترنت كمان عنا معرف موسيقى 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 اشتركوا في القناة